هذه الطوبة للغرباء هو مما جاء في صحيح ابن مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريباً والغربة هنا المقصود بها غربة ما جاء به الإسلام وغربة من عمل به وأخذ فالغربة هنا في الناحيتين في ناحية قلة من غرابة ما جاء به الإسلام على البيئة الشائعة من عبادة غير الله عز وجل والإشراك به والغربة في حملته إذ إنهم قلة بالنظر إلى مجموع البشرية قد قال الله تعالى وإن تتع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله أما من هم الغرباء ببيان صفاتهم وخصالهم فقد جاء ذلك في عدد من الحديث فجاء في مسلم أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود زيادة على حديث أبي هريرة الذي قال في بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من الغرباء؟ قال نزاع من القبائل النزاع يعني الأفراد من القبائل وهذا حال أهل الإسلام في أول ظهوره أنهم أفراد قلائل في من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وجاء في ما رواه الأجري بإسناد الله بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من هم الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون في ذواتهم ويصلحون غيرهم ويشهد لهذا المعنى ما جاء في جواب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر عند الطبع أحمد والطبراني أنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الغرباء فقيل له من الغرباء؟ قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر من من يطيعهم وهنا وصف زائد على الأوصاف السابقة بالنظر إلى قلة هؤلاء في العدل وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان وظهور الإسلام والسنة وعدم ذلك ولكن لا تزال طائفة من أمة الإسلام من أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح على مر العصور لا تزال طائفة من أمة على حق ظاهرين لا يضر من خذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أم الله وهم على ذلك وهذا كما أنه بشارة لهذه الأمة ببقاء عزها وحفظ أصولها على مر العصور وكر الدهور إلا أنه أيضا تحث ندب لأهل الإسلام أن يكونوا من هذه الفئة التي تقوم بالحق وتعمل بها يسأل الله أن يجعلنا ممن يقوم بالحق ويدعو إليه على بصيرة ونجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن الخلاصة أن الغرباء قد يأتي وصفهم بالنظر إلى عددهم وقد يأتي وصفهم بالنظر إلى عملهم وقد يأتي وصفهم بالنظر إلى زمانهم وحال الناس الذين يعيشون معهم وهكذا تنوعت الأحاديث ومن مجموعة يتمين أن الغرباء هم المستمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه وسار عليه أهل القرون المفضلة هذا هو الوصف الجامع لأهل الغرباء الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب في قوله فطوبا للغرباء فإن قوله طوبا للغرباء تحتمل أن تكون دعاء ويحتمل أن يكون خبرا أي أن لهم الطيب في الدنيا وفي الآخرة وكلهما محقق أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن لهم الطوباء في الدنيا والآخرة